الست والراجل مشكلة في مصر دلوقتي بقت مشكلة مع ان انا والله شايف ان مفيش اي مبرر لهذا خالص والله على ما اقوله شهيد لمتحيز لراجل ولا ست طب بلاش هو في القرآن الكريم ربنا فضل مين اي واحد يقول لي الرجال قوامون على النساء قلوا ماشي بس تفاهم معنى الذي انت فاهم معناها الرجال قوامون على النساء بما فضلوا ببعضهم على بعض لقوات البدنيه وبما انفقوا من امواله يبقى ده تفضل مين ده دي ايه اما اقول المشاهد انت اسمك محمد اقول محمد كالاسد محمد كالاسد من اقوى الاسد طبعا المشبه به اقوى الف مرة من المشبه يعني محمد كالاسد ده انا مكبر محمد خليك اسد شوفت ربنا سبحانه وتعالى وليس الذكر كالانثة الكاف جات مع الانثة اللي هو الاقوى وليس الذكر كالانثة مريم لما قالت وليس الذكر كالانثة فهذا تفضيل اما اقول لك اجب لك جبنة ولا اجب لك ايه جبنة مين اشيك تقول لي لا تقول لي اجب لك جبنة اشيك عشان انا اختار اجب لك جبنة اختار بقى ركفور اختار بيضة اختار رؤان حر تمام انما اقول لك اجب لك ايه جبنة يبقى انعارف حاجب ايه يهبوا لمن يشاء إناثا بغير ألف أولاد ويهبوا لمن يشاء الذكور بألف أولاد فما فيش يعني مش شايف أي داعي لهذه القضية اللي دلوقتي شغل العالم كله حقوق المرأة يا سيتي ده المرأة دي فوق دماغنا ده فوق دماغنا بأمر من الله فين المودة والرحمة راحوا فين في المحاكم ولا في حقوق المرأة عايزين نتقل لا شوية في نسائنا وفي كلامنا وكل حلقة هنبتديها دايما بحاجة إنسانية مهمة جدا جدا الأنثى أكثر عمرا من الذكر إحصائيا الأنثى هي المجتمع هي المجتمع مرة واحد بيقول لي هو مين أحسن الرجل ولا الست والله الرجل بسيط كده يعني بسيط لا يقرأ ولا يكتب فقلت له هو مين أحلى الليل ولا النهار قال لي مش فاهم قلت له لو ديني كلها نهار قال دا احنا نموت حننام إمتى ونهدأ إمتى وكده قلت له لو ديني كلها ليل قال لي دا احنا نموت قلت له إذا يا ابني الليل والنهار تكامل الليل والنهار تكامل وكذلك الذكر والأنثى الذكر والأنثى تكامل لا يقدر دا يعيش لوحده ولا دي تقدر يعيش لوحدها لا دا يقدر يعيش لوحده ولا دي تقدر يعيش لوحدها دا تكامل هذا التكامل مين اللي عمله الله سبحانه وتعالى بلاش تبغزوه بلاش تلعبه فيه خلي هذا التكامل راقي وكويس والله الموضوع كبير بس أنا بشورولي لازم أطلع فاصل